لبنان مرة أخرى في مواجهة أزمة ترسيم الحدود حيث يصر الكيان الصهيوني على التنقيب على النفط والغاز في المتوسط إصرار اعتبرت بيروت تعديا على ثروة لبنان المائية ومحاولة لفرض أمر واقع توازيا مع ما يعيشه لبنان من أزمات ورغم تأكيد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مفاوضات ترسيم الحدود مستمرة برعاية أمريكية إلا أن أسرائيل يبدو أنها قررت بالفعل الاستمرار في مخططاتها في بحر يعتبر محط أنظار قوى دولية عديدة خمس جولات عقدت بين الطرفين لم يستطع خلالها الوصول لنتيجة مع عدم قدرة كل من بيروت وأثينا وتل أبيب على تسمية منطقة اقتصادية خالصة في المياه الدولية تبلغ مساحتها 200 ميل بحري ما يرغمها على احتساب نقطة متساوية المسافة بينها وهنا تكمن المشكلة بحسب خبراء بحمل الأطراف على الاتفاق فضلا عن أزمة الجزر التي تريد فيها إسرائيل الاستحواذ على جزء كبير منها وتذبذ بموقف لبنان حولها ومع حديث الكيان الصهيوني عن تهديد عسكري مرتقب لا تزال ميليشيا حزب الله تلتزم الصمت توازي مع الاستحقاقات السياسية التي خسر فيها حلفاؤها مقاعدهم النيابية يأتي هذا في وقت يتهم معارض حزب الله باستغلاله قضايا الحدود للإبقاء على سلاحه والاستحواذ على كامل الدولة اللبنانية ويتساءلون عن السبب الذي يدفع الحزب لعدم الرد وهو الذي يبرر وجوده بالدعاء المقاومة في المقابل يرى مراقبون أن ملف ترسم الحدود هو ملف ينطوي على مخاطر بالنسبة للبنان قد ينجر فيها للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني واستعجز جيشه عن إبداء أي تحرك ولو رمزي بينما يتجهز حزب الله لملء الفراغ وجر لبنان إلى معركة خاسرة في ظاهرها دفاع عن مياه وحدوده الإقليمية وفي باطنها تنذر بتغول أكثر لتثبت أقدامه وتنفيذ مشاريعه الخارجية وضمان منفذ بحري لإيران على البحر المتوسط ترجمة نانسي قنقر